اشتركوا في القناة وفي بيان لهم اكدوا التزامهم الكامل بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير ودعمهم التام لمجلس شراء ثوار بن فازي وسرية دفاع عن المدينة ووقوفهم مع شراء مجاهدي درنة ضد هدوان مجرم الحرب حفتر واضفت الكتيبة انها جهزة للتعامل مع كل من تسول له نفسه المساسة بثورة السابع عشر من فبراير وثوارها شرفاء حسب وصف البيانة قال مرسل مركز السراية للأعلام مصطفى العبيدي الأحد لقناة التنصح ان قوات مجلس شراء ثوار بن غازي استطاعت سيطرة على نقاط جديدة بمحوال العمارات الصينية العبيدي ذكر ان قوات الثوار صدت هجوما لقوات مجرم الحرب حفتر بمصيف الياسمين وكما ذكر ان قوات الثوار دمرت دبابة ومدرعتين اماراتيتين ونقلات للجنود كانت تدعم قوات المشاتبين لمجرم الحرب حفتر وكما ذكر ان مدفعية الثوار استهدفت عدة تجمعات لقوات مجرم الحرب حفتر كانت تحاول التقدم باتجاه مناطق سيطرة الثوار اكد مجلس شراء مجهري درنا في بيان له الاثنين ان محاولة دخول قوات مجرم الحرب حفتر للمدخل الغربي والجنوبي لدرنا قد جاء بعض حملات من قصف مستمرا من قبل قوات الاخير حسب البيانة واضف المجلسون الهزيمة التي لاحقت بانصار مجرم الحرب حفتر عندما ارادوا الهجوم على المدينة هي فضل من الله تفضل به على اهل المدينة لما قدموه من الشهداء واكد المجلسون جرائم حفتر اسفرت عن قتل الكثير من المدنيين من بينهم النساء واطفال مضيفا ان اجتياحهم الاخير ارادوا به تمزيق النسيج الاجتماعي للمدينة حسب نص البيانة قال كرم جلوان احد الجرحين بمستشفى مسترات المركزي في تصريح خاص لقناة التناصح الاثنين قال ان الوضع داخل المستشفى في هذه الايام مستقر جدا مضيفا انه لا يخلو من استقبال الجرح بشكل شبهي يوميا جلوان اشار الى ان المستشفى الميداني بصريت يعاني من نقص حاد في العناصر الطبية المساعدة مما اضطرهم الى الاستعانة بطلبة كلية الطب والتمريضة هذا واكد جلوان ان امكانيات المركزية تعد ممتازة وانه لا يوجد اي نقص في المستلزمات الطبية حتى الان حسب تصريحه اجتمع رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعضل مع سفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت بحضور عدد من المسؤولين بالمؤسسة الاجتماع الذي عقد الاحد تم خلاله بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والغاز ودور شركات البريطانية في تطوير هذه الصناعة ومن جانبه اعرب السفير البريطاني عن رغبة بلاده في تقديم المشورة الفنية والتقنية في مجال النفط والغاز مما يسهم في الرفع من مستوى الانتاج ختم المجلس الى اللقاء اشتركوا في القناة